أعزائنا طلاب الصف الحادي عشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية في الكلمة والجملة وهو درس التمييز الجزء الأول فإلى أهداف هذا الدرس يتوقع من طالبنا العزيز في هذا الدرس أن يوضح مفهوم التمييز توضيحا صحيحا وأن يعرف المميز مبين النوعي الملفوظ والملحوظ وأن يفرق بين نوعي تمييز النسبة المحول وغير المحول والآن عزيزي الطالب افتح معي الصفحة التاسعة والستين من كتابك المدرسي لنحقق أهدافنا السابقة بداية ولد الحبيب لكي نوضح مفهوم التمييز تأمل معي المثال الآتي قرأ الطالب عشرين لو توقفنا عند هذه الجملة لوجدنا أن معناها غير تام كلمة عشرين هنا مبهمة وتحتاج إلى توضيح عشرين ماذا؟ هل قرأ الطالب عشرين كتابا مثلا؟ أو قصة؟ أو مقالا؟ أو قصيدة؟ هذه الكلمات وضحت الغموض وأزالت إبهام كلمة عشرين الكلمة المبهمة التي تحتاج إلى توضيح هي المميز والكلمة التي توضح المميز وتزيل إبهامه هي التمييز المميز إذن هو الاسم المبهم الذي يسبق التمييز ويحتاج إلى توضيح وهو قسمان وسنأتي عليهما بعد قليل أما التمييز فهو اسم النكرة منصوب يذكر بعد المميز المبهم لإزالة إبهامه وغموضه وبعد أن عرفنا الفرق بين التمييز والمميز قلنا إن المميز يقسم إلى قسمين القسم الأول المميز الملفوظ أو الذات وهو ما يلفظ به في الجملة كأسماء الوزن والكيل والمساحة والعدد والقسم الثاني المميز الملحوظ أو النسبة وهو ما يفهم من الجملة من غير أن يذكر فيها ويأتي التمييز ليوضح تلك النسبة المبهمة ونبدأ بالمميز الملفوظ طالبنا العزيز قلنا إن المميز الملفوظ نلفظه في الجملة ونراه موجودا فيها الأسماء الدالة على أولا الوزن أقول اشتريت جراما ذهبا والجرام لقياس الوزن ولو قلت اشتريت جراما وتوقفت لوجدنا الكلام مبهما ويحتاج إلى توضيح فجاءت كلمة ذهبا فأزالت الإبهام ووضحت المعنى فالمميز الملفوظ في هذه الجملة كلمة جراما والتمييز الذي وضحه كلمة ذهبا ولدينا كذلك الأسماء الدالة على الكيل نقول باع التاجر صاعا قمحا فكلمة صاعا مبهما وضحناها بكلمة قمحا فمن يحدد المميز والتمييز في هذه الجملة أحسنتم المميز صاعا والتمييز قمحا وعندنا كذلك أسماء دالة على المساحة مثل زرع الفلاح فدانا قطنا كلمة قطنا هنا أزالت إبهام كلمة فدانا فأين المميز والتمييز في هذه الجملة بارك الله فيكم ممتاز المميز فدانا والتمييز قطنا ولدينا كذلك العدد قرأ الطالب أحد عشر كتابا لو توقفنا عند كلمة أحد عشر وقلنا قرأ الطالب أحد عشر لوجدنا أن المعنى لم يكتمل هنا فجاءت كلمة كتابا لتوضح المعنى وتزيل إبهام العدد قبلها فالمميز العدد أحد عشر والتمييز كتابا طلابنا الأعزاء بعد أن عرفنا المميز الملفوظ وتمييزه ننتقل إلى تمييز الملحوظ أو النسبة وهو قسمان المنقول أو المحول وغير المنقول أو غير المحول نتعرف أولا تمييز النسبة المنقول أو المحول فتمييز النسبة المنقول أو المحول قد يكون محولا عن مبتدأ تأمل هذه الجملة الدوحة أكثر من الخور سكانا وقف على كلمة الخور ولاحظ أن الكلام يحتاج إلى توضيح فلما قلنا سكانا أصبح معنى الجملة واضحا فالتمييز هنا كلمة أحسنتم كلمة سكانا ولكن لماذا قلنا التمييز محول عن مبتدأ ألا ترى معي أن معنى الجملة سكان الدوحة أكثر من سكان الخور فما أعراب كلمة سكان في الجملة الثانية؟ أحسنتم أعرابها مبتدأ إذن التمييز سكانا كان في الأصل مبتدأ ثم حولناه إلى تمييز وقد يكون تمييز النسبة محولا عن فاعل نقول طابت الدوحة هواء فمعنى الجملة طاب هواء الدوحة أي أن التمييز هواء كان في الأصل فاعلا لأننا لو أردنا أن نعرب كلمة هواء في الجملة الثانية لأعربناها فاعلا وقد يكون تمييز النسبة محولا عن مفعول به نقول غرست الأرض نخيلا فالتمييز نخيلا محول عن مفعول به وقد تتساء البني كيف عرفنا أن أصله مفعول به أليس معنى الجملة غرست نخيلا في الأرض فما أعراب نخيلا أحسنتم تعرب في الجملة الثانية مفعولا به إذن أصلها مفعول به بقي لدينا تمييز النسبة غير المنقول أو غير المحول ويكون في جملة التعجب القياسية كقولنا ما أعظمك بطلا فبطلا هنا تمييز منصوب ويكون في جملة التعجب غير القياسية نقول لله درك فارسا فجاءت فارسا هنا تمييزا للجملة قبلها ويكون تمييز النسبة غير المنقول أو غير المحول في أفعال المدحي والذن نقول نعم خلقا الصدق فالتمييز هنا خلقا ونقول بئس صفة الكذب التمييز صفة ولا يخفى عليكم أبنائي كيف أزال التمييز إبهام هذه الجمل والآن أبنائي ننتقل إلى حل تدريبات هذا الدرس في الصفحة الثانية والسبعين السؤال الأول عين التمييز واذكر نوع المميز في كل جملة من الجمل الآتية الجملة الأولى قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا فأين التمييز في هذه الآية أحسنتم التمييز شهرا وهذا التمييز ميز العدد اثنى عشر فما نوع المميز نعم ملفوظ نأتي إلى قوله تعالى وكفى بالله شهيدا التمييز هنا نعم شهيدا وما نوع المميز ملفوظ الجملة الثالثة اشتريت رطلا عنبا أين التمييز نعم عنبا وما نوع المميز ملفوظ الجملة الرابعة المؤمن أرقى من غيره خلقا التمييز هنا أحسنتم خلقا وهذا التمييز محول عن مبتدأ فمعنى الجملة خلق المؤمن أرقى من خلق غيره فما نوع المميز أحسنتم المميز ملفوظ الجملة الخامسة تصدق أخي بتسعين ريالا فأين التمييز ريالا وما نوع مميز نعم ملفوظ السؤال الثاني أكمل الجمل الآتية بوضع تمييز مناسب في الأماكن الخالية الجملة الأولى الذهب أغلى من الفضة أذا نضع هنا أحسنتم ثمنا سعرا قيمة كلها إجابات صحيحة بارك الله فيكم الجملة الثانية الأنبياء أصدق الناس رائع قولا حديثا لسانا أيضا كلها إجابات صحيحة الجملة الثالثة نعم صلاح الدين نعم ماذا نعم نعم قائدا صلاح الدين أحسنت بني السؤال الثالث يقول اجعل الفاعل في كل جملة من الجمل الآتية تمييزا وغير ما يلزم نأتي إلى الجملة الأولى ارتفع قدر المعلم أين الفاعل في هذه الجملة نعم الفاعل قدر كيف نجعله تمييزا بارك الله فيك ولدي ارتفع المعلم قدرا الجملة الثانية ازدان نور القمر أين الفاعل نور كيف نجعله تمييزا أحسنت ازدان القمر نورا الجملة الثالثة طاب هواء الحديقة والفاعل هنا هواء نجعله تمييزا رائع ولدي طابت الحديقة هواءا الجملة الرابعة جمل صوت المؤذن أين الفاعل أحسنت صوت اجعله تمييزا بوركت ولدي جمل المؤذن صوتا السؤال الرابع حول المبتدأ في الجمل الآتية إلى تمييز وغير ما يلزم الجملة الأولى مطر الساحل أغزر من غيره كيف نحول المبتدأ في هذه الجملة نعم نقول الساحل أغزر مطرا من غيره الجملة الثانية صوت البلبل أجمل من صوت غيره من الطيور عند تحويل المبتدأ في هذه الجملة نقول أحسنتم البلبل أجمل صوتا من غيره من الطيور نأتي إلى الجملة الأخيرة تقوى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من تقوى غيره عند تحويل هذه الجملة تصبح النبي أكثر تقوى من غيره بارك الله فيكم جميعا وإلى أن نلقاكم في الجزء الثاني من درس التمييز لكم منا أطيب التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته